لسه كلامنا مستمرة مع حضراتكو عن توطين الصناعة توطين الصناعة عشان نستكون فهمة أكتر ونحن نتكلم في مجالات متعددة معناه أنه يكون فيه مصانع موجودة في مصر هيكون فيه فرص عمل هنقلل الاستيراد هنوفر طبعا عملة صعبة كل هذه التفاصيل بتندرج تحت توطين الصناعة كنا نتكلم في الفقرة اللي فاتت عن توطين صناعة السيارات بشكل عام وتحديدا صناعة السيارات الكهربائية دلوقتي نتكلم عن صناعة الهواتف صناعة الهواتف في مصر هي جزء من جهود الدولة المكثفة لتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات الأجنبية مش بس كده كمان الدولة بتواصل جهدها لتوطين الصناعات المهمة واللي من شأنها زي ما قلت لحضراتكو الحد من الفاتورة الاستيرادية وبالتالي توفير النقد الأجنب مش بس كده اللي منتكلم عنه هدف الدولة المصرية لزيادة الصادرات أو زيادة المكون المحلي وتوطين الصناعة لكن كمان التحول الرقمي بشكل عام التحديات اللي بيحملها التحول الرقمي وازاي الاستخدامات المختلفة تكون آمنة وإيجابية مش بس على مستوى الأفراد كمان على مستوى الدولة وعلى مستوى الأجهزة والجهات المختلفة وحماية البيانات اللي مفروض إن هي تكون موجودة في ظل هذه التحديات الكبيرة كبريات الشركات العالمية بتقوم دلوقتي بإنشاء المصانع الخاصة بيها في مصر ده بيوسع طبعا في إنتاج الهواتف تحديدا الهواتف المحمولة وبيشكل نقلة كبيرة جدا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات النهاردة هيشرفنا في ستوديو صباح الخير يا مصر سيادة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالطبع والمهندس إسلام غانم المتخصص في أمن المعلومات برحب حضراتكم صباح الخير أهلا مستوى أهلا مستوى خلينا لقول يا سيادة النائب كده وصلنا لفين في اللجنة ايه أبرز الحاجات اللي وصلت لها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي مفروض تمشي عليها الدولة المصرية طيب خلينا بس أكد لسيادتك أن الحقيقة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي اللجنة المختصة بإصدار التشريعات والقوانين الخاصة بكافة المجالات المتعلقة بالقطاع خلينا كلم حديق طبعا اللي بنضع في مقدمة اهتماماتنا كلجنة هو دعم الاستثمارات في صنع التكنولوجيا المعلومات ويمكن يوم ما ألقى دولة رئيس الوزراء بيان الحكومة أمام المجلس كان أكد على الاستراتيجية اللي هي عملها لمدة ثلاث سنوات هتحدث فيما يخص قطاع تكنولوجيا المعلومات إنشاء ثلاث مصانع محمول خلال الثلاث سنوات الحقيقة ده شيء أنا شايفه نجاح من قطع النظير ويمكن كان فيه لقاء في العالمين الأسبوع الماضي مع المسؤولين عن التنفيذ وكان وزير صلاة تكنولوجيا المعلومات الدكتور عمر طلع النهاردة الحقيقة بدأ بالفعل يقبلوا الشركات وعندنا البنية التحتية تسمح بذلك وبجانب أيضا إن المناطق التكنولوجية تسمح كمان إحنا عندنا بيمكن منطقة تكنولوجيا نجحة في أسيوت ومنطقة تكنولوجيا في بنسويف نجحة جدا جدا وإحنا شايفين النهاردة إن البنية التحتية إحنا كتشتعد بنشجع على ده طيب ده عظيم جدا بش مهندس إحنا هننتج تكنولوجيا إزاي نقدر نحمل بيانات على مسألة حماية البيانات فإحنا عندنا حماية المفيدة على مستوى الأفراد وحماية البيانات على مستوى الدولة بالنسبة للدولة من فترة بسيطة أنشأ مرجس السحابة الحوسبية اللي هو كان يخسره البيوان وكان الغرض منه أن نقل كل برامج وتطبيقات الدولة من كل قطاع وزارة الحيدة إلى المركز ذوت طبعا المركز متأمن ضد قطاع الكهرباء ضد الدربات العسكرية ويكون بتبادل بيانات مع مركز عقل الدولة المتواجد في العاصمة الإدارية فده الغرض كله حماية البيانات وحماية التطبيقات وحتى البوابات الرقمية اللي بيبدأ المواطن يتعامل ويحصل على الخدمات بنتخلالها بدأت بودها كمان تنطلق إلى هناك لما كل هذه التطبيقات انطلقت إلى مكان واحد بقى في نوع من التكامل أو الانتجريشن بقيت الدياتا بتتواصل مع بعضها وتطلع بقيمة مضافة ده كان على مستوى قطاع الدولة على مستوى الأفراد الحماية هي واجبة بنسبة 100% لأن أي تقصير ممكن للاقي الشخص فجأة هو مؤرد لدائرة اتهام بسبب قلة معلومات أو عدم استماع على المعلومات الحديثة بزي يسمونها up to date فإحنا دايما بننصح أن المزيد من السماع للمعلومات الجديدة مش هقول مثلا يعني احمل بصول أو غير البصول بس هقول اسمع المعلومات الجديدة لأنه ده العنصر أن كل يوم في المجال بتاعنا فيه جديد يسمع المصدر اللي يسمع منه موصوقا هو يقدر وسائل الإعلام والليسبيكر المتحدثين اللي بيطلعوا يتكلموا المجالات المتخصصة والبرامج المتخصصة دي أمصب ثلاث حاجات لتناسب المواطن المواطن الغير متخصص أن يسمع المعلومات دي طيب ده عظيم جدا سيادة النهاية بحدك قلت من شوية نحن عندنا البنية التحتية لإقامة المصانع الكبرى أو الكبرى الشركات كمان في مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إزاي نقدر نجذب مزيد من الاستثمارات من خلال عملية الترويج يعني إزاي نقدر نروج لحاجة زي دي الحاجة الدولة مستعدة لده بشكل كبير جدا في القطاع التنفيذي وإحنا قطاع تشريع من السقين ويمكن إحنا على تعاون مسمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على فكرة ده تم فعليا خلال المرحلة السابقة منذ طبعا إلقاء دولة رئيس الوزراء بيان الحكومة تم التنصيق لذلك وأنا اتشرفت يمكن وحضرت عدد من الاجتماعات بوجود كبرى الشركات الموجودة في مصر ويمكن إحنا عندنا أكثر من شركة بالفعل طلبوا أن هم يستثمروا في هذا القطاع وأنا عاوز أقول لحضرتك أن المستثمرين أو المسائل ويمكن سألوا عن التشريعات الموجودة إحنا عاملين قانون اسمه قانون حماية البيانات الشخصية وعندنا قانون تقنية المعلومات دول أهم قانونين النهاردة وعملنا قانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية ده لتشجيع كافة الاستثمارات في صناعة تكنولوجيا المعلومات أنا متصور إن شاء الله بإذن الله أن خلال الفترة القليلة القادمة سيتم الإعلان عن إنشاء أول مصنع محمول يمكن في نهاية هذا العام إن شاء الله بإذن الله والعام القادم هيبقى فيه مصنعتين بصناعة مصرية؟ طبعا متكاملة؟ متكاملة إن شاء الله يعني الشركة أصلا مصرية كاملة متكاملة طبعا بأمالية عندنا الخبرة لأن العمال المهنسين اللي شغالين في الشركات العالمية اللي موجودة على الأرض مصر اكتسبوا الخبرة موجودين الحياة نحن عندنا كفاءات في القطاع تقدر أن هي تشتغل مظلة تشريعية حضرتك اتكلمت فيها لكن إيه كمان اللي يخلي المستثمر إن هو يجي يفتح خط إنتاجه عندي؟ بقدم له إيه؟ المستثمر النهاردة عشان يشتغل زي ما قلت لحضرك رقم واحد البيئة التشريعية رقم اتنين بيركز على سرعة إصدار الترخيص وأنا شايف بصلا حضرتك عندما أعلن دولة رئيس الوزراء في بلال الحكومة أن هذه الحكومة تشتغل بشكل ورؤية مختلفة وهي بالفعل هي حكومة تحديات فالنهاردة كنا ممكن نلاقي الأول في مشكلة المستثمر يجي يلاقي مشكلة في الترخيص في إصدار الأوراق في التعامل مع القطاعات التنفيذية هذه الفترة الرؤية مختلفة تماما خاصة في الصناعة الدولة تولي اهتمام كبير جدا بالصناعة خاصة يمكن في قطاع تقروجها المعلومات أنا شايف في تسهيلات كبيرة جدا للمستثمرين يمكن نحن عندنا مناطق تكنولوجية النهاردة في عدد من المحافظات النهاردة التحفيز اللي موجود أو الحافظ الموجودة للمستثمر بيجي يلاقي المبنى جاهز على طول أنه بس يجيب المكان التشغيل أو أدوات التشغيل ويبدأ على طول الحقيقة مدين تسهيلات فوق ما نتصور وانا يمكن عملت جوالات ميدانية بزن مع الزملة في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشوفنا ده خلال الفترة عظيم بش مهندس يعني لما بنسمع كده بره عن حوادث الاختراقات بيقولوا إيه فيه مشكلة حصل اختراق للسيرفر هل إحنا عندنا نقدر نصنع للسيرفر ده هو السيرفر هو عبارة عن خادم قوي بإمكانيات كبيرة حاليا السيرفرات دي بتبقى مكوناتها بنسبة كبيرة جدا مكونات خارجية فكرة إن سواء سم صنعته محليا أو تم صنعته من الدول الأخرى عملية الاختراق ذات نفسها مش هتفرق يعني عملية الاختراق دي بتبقى عبارة عن صغرة ساعات بيسموها الصغرة دي زيرو كود يعني إيه صغرة زيرو كود يعني صغرة عبال الشركة ما تكتشف وتروح تعالج الصغرة هتيجي تاني يوم عمل فمن هنا لتاني يوم عمل الصغرة دي هي متاحة فبالتالي إحنا نهمنا اللي إحنا الاهتمام بيسد الصغرات أول بأول سواء بقى كانت السيرفر ده إنتاجه محلي أو إنتاجه من الدول الأخرى تزايد يعني كل يوم فيه جديد في التكنولوجي كل يوم فيه آيتم ممكن أو عناصر الديب ليرنينج مع الزكارة الصناعية مثلا العملات الافتراضية مع الزكارة الصناعية بتصعب المهمة أكتر علينا بتصعب المهمة وبالتالي بتخلي بتخلي الأشخاص الحاملين لتطبيقات اللي حصل فيها السيرفر ده وتصغرة فجأة هيكل بانتهم باقت إما مثلا موجودة أو متاحة لأي حد كان حصل من قريب مشكلة عالمية وحصل قطع للإنترنت وبعض الأجهزة وإقاف المطارات وإقاف المواني حصل حركة شالل هو ده كانت فكرتها بمنطقة البساطة إن الشركة اللي عاملة النظام دي في النسخة الأوروبية دي عاملة اتفاقية مع شركة لأمن المعلومات إنها تحط البرنامج ده جوة لنظام التشغيل بعكس النسخ اللي بتتبع في الشركة الأوسط فالشركة المصنعة للأمن المعلومات دي رفعت كود غلط ورفعته على السيرفر زي ما قلنا من شوية فكل ما نعمل في الدول الأوروبية والولايات المتحدة أصاب بالفيروس دوت إن نعمل له جهاز شوت دون وأصبح بالتالي مش قادر يقوم الطيارة أو يدي أمر للمركب أو لنهات خلاصة البرنامج ده ما كانش عنديك بتقوم مش في الشركة الأوسط النسخة دي الحمد لله ما كانتش موجودة في الشركة الأوسط فالتالي حجب الضرر اليابان هم أكتر الدول اللي تضروا وحصل الكافر كلنا شوف دون طب أحمي نفسي زي لو حاجة زي كده حصلت يعني إحنا دايما بنصح إن إحنا لما نشتري النسخة نشتري النسخة الأصلية لأن لأن النسخة تبقى موجودة بطريقة موجودة على الإنترنت بطريقة غير شرعية فالناس دايما أو بعض الأشخاص بيحبوا يفكرون أنهم ينزلوها ويستخدموها أنا عايزة وحاضيك إن دايما تبقى فكرة كبيرة جدا بيسموها كراك إن أنا مستهد في شخص معين عارف إنه هو بيحب ينزل الأدوات الحديثة في التكنولوجيا سطح المكتب فمجاي رافع نسخة أنا شاريها مثلاً مجاي رافع نسخة وحاطط له فيها الفيروس بمجرد ما بينزل النسخة دي جهازه اتشفر تشفير بنسبة 100% بمعنى جهازه اتشفر فقط الكنترول ويجب عليك أن تدفع خلال فترة زمنية مبلغ كذا لاسترداد البيانات وحالة شبكة طيب ستنايب حماية البيانات أعتقد أنت تقوليك دور برضو في اللجنة في مسألة حماية البيانات والاختراقات اللي بتحصل لما بيحصل مثلاً حاجة خاصة بالذكاء الاصطناعي أو تقنيات جديدة أو أدوات جديدة بنقول إيه يا جماعة فين التشريعات اللي بتحكم الكلام ده طيب عاوزة أطمد حداياك الحقيقة احنا التشريعات الموجودة هي تجربة تم الإشادة بيها وعدد من برلمانات الدول الشقيقة جوهم في زيارات وإحنا التقينا بيهم مؤخراً يمكن كان من شهر ونص إحدى الدول الشقيقة كانوا موجودين برئيس برلمانهم ويمكن رئيس لجنة تقنيات المعلومات كان موجود خد نموذج قانون تقنيات المعلومات اللي هو مية 75 ده من أهم القوانين اللي عملتها الدولة المصرية القانون ده قام مقدم من الحكومة وإحنا نقشناه هو معروف هو قانون تقنيات المعلومات ومعروف إعلامياً قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الناس ممكن تفهموا أن ده للجرائم الإلكترونية بس لا خالص هذا قانون تقنيات المعلومات ده بيواجه ويكافح الجرائم الإلكترونية بكافة أشكالها واسورها بيشجع ويدعم على تشجيع الاستثمارات بيوفر للمستثمر بيئة تشرعية أنه هو يستثمر في أمان وفي مواد بتحمي مواد في القانون بتحمي ده قانون تقنية المعلومات وأنا بعتبر الحالة أننا يمكن اتشرفت أننا شاركت فيه صياغة هذا القانون وبعتبره قانون تاريخي عندنا القانون التاني وهو قانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية ده ما بيهتم مش ممكن أن تنهاردة تعمل القوانين يقول لك يقول عاملين قوانين لقبار المستثمرين بس لا هذا القانون لقبار المستثمرين وصغار المستثمرين وأنا هدي نموذج بشيط بي في أحد المناطق التكنولوجية شباب صغيرين جدا لسه خارجين كمبيوتر ساينس وخارجين جامعات تكنولوجية جوهم كده فقروا بينهم وبين نفسهم شفت التجربة دي عاملوا مصنع سكيرينات للمحمول النهاردة بيصدروا شاشة اللي هي السكيرينات البروتاكتور الحامية للشاشة النهاردة بيصدروا والنهاردة في وعلى فكرة بتكلفة ده بس أنا بقول للشباب وبديهم رسالة استثمروا في تكنولوجيا المعلومات النهاردة هتقول لي طب أنا هجيب منين وأعمل النهاردة البرمجيات في شباب كتير جدا ونمازج ناك حقاوي النهاردة بسم الله ما شاء الله دخلهم ألاف الدولارات وهو قاعد في البيت في استخدام البرمجيات وغيره سوء العمل مفتوح ويمكن سيادة الرئيس يوم ما قال وقد شرفت وقدت موجود دخلوا ولادكم النهاردة واهتموا أنهم ما يخدشوا الجماعات تقول ده كلام سليم مية في المية لأن النهاردة أنا شايف سوء العمل اللي جاي شايف أن قطاع تكنولوجيا المعلومات قطاع واعت في كافة أشكاله وصوره والنهاردة لحياة الدولة بدأت تهتمه وده كان ضمن بيان دولة رئيس الوزراء هو الاهتمام بس مش بالتعليم الجامعة التكنولوجيا لا بالتعليم ما بعد المرحلة الإعدادية احنا عندنا عدد كبير جدا من المدارس التكنولوجية للمدارس التطبيقية التكنولوجية وإثباتت نجاح من قطع النظير وإنك من أول دفعة تخرجت السنة دي وأنا حضرت أنا والوزير بتعينهم الدفعة كلها تعينت جميل وعندنا سوق عمل بسم الله ما شاء الله يعني يستوعب الكثير والكثير طيب حلوة قوي احنا كمان يعني كده حوارنا خد أكتر من شق احنا منتكلم عن توطين الصناعة وإحنا طبعا في حديثنا لطلبة السنوية العامة وإزاي يدخلوا وسوق العمل محتاجي باش مهندس الأمن السبران يعني مجال كبير ومحتاجين فيه المزيد والمزيد مصر وصلت فيه لفين لأنه مش متوفر الحقيقة في كل الأفرع الخاصة بالكليات أو دراسات الهندسة والبرمجة هو المجال دو جديد علينا شوية يمكن المجال اللي كان أكتر انتشارا من قطاع البرمجيات أو تعليم البرمجيات ولكن هو في الأول في الآخر قايم على الأساس البرمجيات يعني أي حد بيخش المجال ده لازم الأول ياخد ثلاث أربع لغات برمجية علشان يقدر يستخدم المجال ده المجال ده له شقين ييم شق دفاع عن المنشأة اللي انت بتدفع عن المنشأة بتاعتك من الهجمات السيبرانية أو الشق العكس اللي انت بتهاجم بعض المنشأات أو بتبقى طريقتك أجريسف بتهاجم المنشأات اللي انت شايف مستهدافها مثلا فإحنا هنا في مص الحمد لله القطاع بدأ ينمو بقى فيه أقسام جواه كليات حسابات ومعلومات بقى فيه قسم الأمن السيبراني أو بسموه السيبر سيكيورتي المعاهد الخاصة بدأت أو الدورات اللي بسموها الدورات البروفيشنال اللي المهنية اللي هي بتخلي مش لازم أكون أنا خريج كليات حسابات ومعلومات واتخصص عشان يبقى كده لو أنا حابب المجال وعندي ميولو فيه الدورات دي موجودة في مراكز مهنية وكمان الدورات موجودة في الأول وفي الأخير موجودة على الإنترنت يعني المعلومات كلها دلوقتي موجودة على الإنترنت أقدر أي حد ينزلها أو يشتري الكورس أونلاين بمبلغ بسيط جدا بمبلغ بسيط جدا ويبدأ يتأقلم وياخد الشهادة وبعد كده بيلاقي العمل بسموه العمل الفريلانسر إيه ده يعمل تسقاط بسيطة وبعد كده الأماكن تقدم التسقاط البسيطة لما تلاقي الشخص بيستجيب تبدأ تكبره التسقاط دي من حيث فبالتالي أنا نعيز أقوله أن إدخال جوه مجال السايبر سيكيور تعلم صاو الأفراد متنوعة سواء شخص متخصص أو حتى عنده ميول ومش متخصص ممكن يخش بمنطقة البساطة لكن الأولاد بقى ويمكن كنسيات تنايب بالكلم عن الموضوع ده أنه ممكن يكون قاعد في بيته وعنده قدرات ومتعلم برمجة ويقدر يشتغل من البيت مع شركات عالمية إزاي يحموا نفسهم من الكينات الوهمية يعني نظرية أن الشاشة الناس بتبصينا نديد جزء من الإنترنت لا الشاشة دي سواء بقى كانت ديفايز ده في عالم كبير وراء هو مش مدركة هو اللي وراء ده بيستخدم إيه من الأدوات الأدوات موجودة في السوق إمكانية تغيير الصوت إمكانية تغيير الرقم وممكن بقى الشخص الوهمي ده ممكن يجيب أداة من هنا مع أداة من هنا ويعمل أداة جديدة مضافة معظم الناس لست مستمعتش عنها فدايما يعني دايما افقد الثقة في التعامل الافتراضي اللي أنت تعرف على الشخص الأول نظرية أننا كده تعرف عليه وجه الوجه الأول أه مش وجه الوجه من خلاله للشاشة وجه الوجه الأول وثم بعد كده يتعامل بس ده مش سهل يبقى متاح هو مش سهل متاح بس في نفس الوقت هو ثقة لأنه لما بتحصل المشكلة بينين ده مساعدها وفيه ضرر كبير جدا درار دي ساعد بيوصل إلى الانتحار في بعض الناس المتضررة تمام بسالة النائب مصر بتعتبر سوق واعد للصناعات التكنولوجية ايه أهم مميزات السوق المصري بخلاف البنية التحتية زي ما ذكرت في البداية طيب عاوز أقول له حضرق النهاردة سوق العمل في القطاع واعد زي ما حضرتك قلت احنا عندنا توطين الصناعة المصرية ده الأساس ويمكن ده كان توجه رئيس الجمهورية وكان في اللقاء الأخير اللي كان موجود فيه دولة رئيس الوزراء مع وزيرة صلاة وتكنولوجية المعلومات وانا حضرت أحد هذه الاجتماعات كانت تأكيد على ان الصناعة المصرية تدخل في المكاحنة عندنا ما شاء الله النهاردة مع التطور التكنولوجي الهائل ومنظومة التحول الرقمي أجيب لك مثال مثلا تلكم إيه جبت المصرية صلاة النهاردة كل الكابلات النحاسية اللي موجودة عشان تحسين البنية التحتية تحسين البنية التحتية تتكلم فيه أن لازم يتم تغيير كل الكابلات النحاسية اللي موجودة بيتم تركيب كابلات ألياف ضوائية فانت النهاردة احنا عندنا خمس مصانح الدول بيكفهم مثلا 60% من المنتج احنا محتاجين الـ 40% تبقى صناعة مصرية يمكن خلال الست الشهور القادمة هيكون عندنا مصنعين كابلات ألياف ضوائية الكباين الخاصة أنا بدي حدق نموذج واحد بس ده فينا نموذج تانية الروطر وغيره وغيره السوق واعد عندنا الكباين النهاردة بيتم تنفيذ عدد من المصانع دي وفيه دعم كبير جدا على فكرة منذ تولي هذه الحكومة الجديدة احنا شايفين ورصدين ده ويمكن قد شرفت أنها كنت عدو اللجنة الخاصة لمنقشة بيان الحكومة كنا بنقعد من 9 الصبح إلى 11 بل لا هذه الحكومة بالفعل حكومة تحديات تضع في مقدمة اهتماماتها في تعاون مسمن ما بينهم خاصة المجموعة الاقتصادية أنها تقول اهتماماتها بدعم وتوطين الصناعة في قفة القطاعات حضرتك عايز تقول حاجة أخيرة المجال يعني بالنسبة للمنضم في أي تخصص سهل جدا ومتاح وميسر ما فيش داعي لأننا مثلا أنا إذا حتحول من كلية تانية للمجال دوت لا يعني فيه كرسوات حتى بتقدمها المعاهد أو معهد واحد تبع الوزاة الاتصالات كرسوات لمدة 30 شهر بتأهل سوق العمل كرسوات لمدة 19 شهر بتأهل سوق العمل ممكن كمان أنا لايزة عايزة أقوله إن مش تازم كمان أتعلم لغة برمجة صناعة الفكرة يعني عايزة أقول لحضراتك الشركات العالمية كانت زمان بتروح للمراكز المتخصصة اللي هو وتقول لهم أنا عايزة فكرة عشان المنتج بتاعي ينمو ويفضل يعني يزيد في المباعد أنتوا فتحتونا طبعا حاجات كتير قوي وخطوط عريضة وأصلا تفاصيل كمان ممكن أي حد يستفيد بيها في المرحلة دي خصوصا اللي هيقدمه للمجال دا يدرسوا فيه أنا بشكر حضراتكو جزيل شكرا سيادة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المهندس إسلام غانب المتخصص في أمن المعلومات شكرا لحضراتكو شكرا لحضراتكو